تابع محافظ المينيا أسامة القاضي أعمال المشروعات الجارية تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقراء مركز ملوي يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 292 قرية ب757 تابع المحافظة خلال جولته أيضا أعمال إنشاء مدرسة المحرسة الابتدائية كما تفقد أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية البراجيل كذلك مدو وتدعيم شبكات المياه وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مصطفى حمدي كذلك بدء إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بني خالد المقامة على مساحة 12 في الدانن وتخدم 10 قرى